اليوم أعود ومن جديد لمناقشة قضية أساسية العراقيون كلهم منشغلين بهذه القضية من سنوات عديدة لأن هذه الموضوعة هي تعتبر المفصل الأساسي لما وصلنا إليه من حال لا نغالي إذا قلنا يرثاله وهو موضوعة الفساد وما أدراك بالفساد والفاسدين والقائمين على هذه الحلقات والفساد في العراق كثيرا ما فتحت له مساحات واسعة في الإعلام وفي كل مرة تجد نفسك مضطرا بين الفترة والأخرى أن تلاقش هذا الموضوع لتقف عند الحقائق الأساسية التي تطيل من عمر هذا الفساد بل أن تبتدع أساليب جديدة ومبتكرة لإدامة زخم هذا الفساد وأيضا تسمع في كل حكومة تأتي أو في كل شعار يرفع أننا سنعمل وأننا سنقضي وأننا سنطوق وأننا سنحارب وسنفتح المجالس وتكون محاكمة خاصة ودعاوة خاصة في موضوعات الفساد لأنه الفساد هو أصبح الشعار الذي يذهب إليه الكثيرين من المسؤولين لطرحه لأنها مشكلة تناغم مشاكل الناس ولكن في كل مرة نعود أدراجنا من حيث كنا لا أحد يحارب الفساد ولا أحد يريد أن يقضي على الفساد لا تجهد نفسك في أن تبحث عن الأسباب والمسببات لأنه القضية واضحة أن هناك بعضا وأقول بعضا من القوى السياسية المتصدرة والمتسلطة والتي تحكم لا يروق لها أن ينتهي الفساد لأنها أصلا جاءت بقرارات فاسدة وصعدت بقرارات فاسدة وحكمت بقرارات فاسدة ولا تقوى العيش بدون الفساد لأن هذا المستنقع هو البيئة الوحيدة والمكان الوحيد الذي تستطيع بها هذه القوى وهذه الشراظم وقياداتها أن تعيش فيه وبالتالي فهي تحارب من أجل أن يبقى الفساد ولكن عندما يخرجون عليك في وسائل الإعلام تسمع منهم كلاما معشولا يحاولون في كل مرة أن يخدعون الناس ولكن عندما نعرض هذه الملفات ونتعرض فيها إلى الخطر ونتعرض فيها إلى التهديد لا نتركها سدى ولذلك نناقش ردات الفعل ليس في الشارع إنما ردات الفعل لدى المسؤولين ومرات تجتهد الحكومة وتجهد نفسها في أن تنشأ هيئات ومنظمات جديدة للرقابة وتارة أخرى تأتي لتلغي هيئات أخرى لا ندري هل هي حلقات فائضة هل هي حلقات فساد أسست هذه الأحزاب هل هي هل هي لا ندري لأنه ما يجري في المطابخ السياسية وفي الغرف المظلمة وفي الاتفاقات السياسية مخيفة ترجمة نانسي قنقر